اللعيبة دي ما اخدتش الفرصة الكاملة اللعيبة دي دخلت في نص موسم او دخلت ما حضرتش فترة اعداد دخلت من الضر النار زي ما بيقول وعلى كل الاحوال لنا وقفة مع صفقات الاهلي ومع الاسماء او المراكز اللي بيحتاج الاهلي ان هو يدعمها في حلقة النهاردة بس خلينا نروح لزماننا محمد توفيق عندنا مطش مهم جدا بكرة انا ما زلت بأكد ان كل مطشاط النادي الاهلي لغاية لما نوصل لمرحلة حسم البطولة في منتهى الاهمية وفي منتهى الصعوبة نروح لمحمد توفيق من اهل الجزيرة يطمننا على ملامح تدريبات النادي الاهلي النهاردة مساء خير يا محمد مساء الخير زميل عزيز احمد تحياتي لك ولكل مشاهدة متابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا بيجي بداية طبعا مباراة مازالت انا بشوف ان كل مطشاط الاهلي في الدوري مهمة جدا وانه حتى اللحظة مازالت فرصة قائمة فالمهم ان احنا نحافظ على الفرصة بداية من مباراة بكرة امان فرق ونتطمن منك على تدريبات الاهلي ونتطمن منك على الوجوه اللي ممكن تكون بترجع مرة تانية وفيه امكانية تكون بتشارك في مباراة بكرة في البداية احمد انا عايز اضم صوت لصوتك واكد على كلامك الفرصة مازالت قائمة عمليا ونظريا احنا متكلم في ثمان مباريات يمكن المنافس فاضل لصوت مباراة فيه فرق نقاط ولكن زي منقول الكورة فيها كل حاجة وانا بضم صوت لصوتك لسه الامل موجود واليأس خيانة في هذه الفترة من الموسم الكلام ده يعني بنتكلمه نادي الاهلي اعتقد عمل يعني معجزات وعمل بطولات اصعب من كده بكتير وان شاء الله ربنا يكرمنا زي ما اتكلمت معاك قبل كده بس ان يتبقى التوفيق وان شاء الله يبقى الشكل مغير تماما يعني عايز اطمنك على الفريم كالفريم بوصل تدريباته اليوم التاني على التوالي استعدادها مباراة فرقه باذن الله المقرر لها التسعة مساء غدا على استادي الاهلي والسلام في اطالة بوقت الجولة 28 يمكن نهارده كان قبل المرون كان فيه محاضرة فيديو للمدير الفني الفريق ريكاردو سوارش يكلم فيه عن ابرز نقاط القوة والضعف فريق فرقه طريقة لعب الفريق كمان يعني تحليل لاداء لعبين في الفترة اللي فاتت وانزيها وجه فرقه باذن الله من بعدها تنقلت التدريبات لأرض الملعب طبعا في البداية كان بعد التدريبات البدنية الخفيفة طبعا نظر لحالة الإجهاد والتلاح من المباريات ومن بعدها تدريبات الكرة حالا دلوقتي وانا بكلمك التدريب ما زال مستمر يعني بنتكلم ساعة تقريبا من دلوقتي وهيتم انهاء المران وهيتم أعلان قائمة من 22 لاب للدخول في معسكر مغلق الليلة ان شاء الله استداد الملاقات فرقه في مباراة الغد على استادي الاهلي والسلام طبعا كل دعواتنا للعب النادي الاهلي بالتوفيق في مباراة الغد زي ما انت قلت يا أحمد تمام مباريات غاية في الأهمية بداية من مباراة الغد أمام فرقه عايز كمان زي ما انت قلت بقى طمينك على اللاعبين يمكن النهاردة فيه أكثر من اللاعب من اللي كانوا مش موجودين الفترة فات مشاركين في التدريبات زي ما قلت لك محمل عبد منع من يوم التاني على التوالي عالم علول كمان موجود في التدريبات الجامعية قال يو ديانجل كان فيه بعض اللاعبين الجهاز الفني فضل مبارح يعني راحتهم وتأدية بعض التدريبات الاستشفائية كل الفريق تقريبا موجود النهاردة في التدريب الجامعي عزي طمينك عليهم كانوا ممكن أخبار عن أحمد عبدالقاد شايفين نجمنا كلهم على الشاشة طمينك على عحمد عبدالقاد الدكتور عحمد بيرسي تاو بيشارك في تمرينة النهاردة كان فيه كلام انه احتمال كبير جدا يكون موجود في قائمة الفريق لمباراة فارقه بكر بالفعل يا أحمد يمكن بيرسي تاو بقاله فترة أو تقريبا أسبوع مع الفريق في التدريبات الجامعية يتبقى بس يعني الإشارة من مستر ريكاردو سوارش بوجوده في قائمة المباريات عايز كمان أطمنك على أحمد عبدالقاد وطمن كل جميع النادي الأهلي بكتور أحمد عبدالقاد لأكد لي أنه عنده شد في العضلة الخلفية وإن شاء الله خلال عشر أيام هيكون فيه موجود في التدريبات الجامعية كمان صلاح محسن عنده إجهات في العضلة الخلفية أيام قليلة إن شاء الله وهيقضي بعد التدريبات للإستشفائية وهيكون موجود أيضا في التدريبات الجامعية كمان نجمين حسين الشحاد حبيب طمم كل جميع النادي الأهلي عليه أجرى الحمد لله العملية بنجاح وموجود في قطر حاليا أيام قليلة جدا وهيصل إلى القاهرة بإذن الله لاستكمال بقية فقرات برنامجه العلاج والتأهيل وإن شاء الله يعني بيكلم تقريبا في شهر يكون موجود بإذن الله وبيجرى حوالي الملعب نتمنى السلامة طبعا يا أحمد لكل لعب النادي الأهلي سواء اللي بيعايدين من الإصابة إن هم يكونوا موجودين معنا الفترة الجاية بشكل قوي وكمان اللعبين المصابين يرجاعوا في أصل على وقت إن شاء الله ويتبقى زي ما انتكلمت يا أحمد في البداية طبعا برطة أقوية محتاجين بس يتوفيق ربنا وربنا بالعام للإصابات وإن شاء الله الأمل مازال موجود يا أحمد وبإذن الله يبقى النادي الأهلي دائما في المقدمة ويبقى دائما رقم واحد إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد التوفيق دي أخبار تمرينة الأهلي لنهاردة لقطة شفتها كده يمكن ياريت نرجع لها مرة تانية لقطة يع بعدما اللعيبة سلمت على الجهاز الفني وبدأت تتحرك جوه الملعب يمكن دي الروح ودي الحالة اللي جوه ورغم أنه أكرم يمكن بايد شوية بقاله فترة لكن الحقيقة يمكن وجوده في التمرين والروح اللي موجود عنده وكلام اللي يمكن تقال كتير جدا على بيرسي تاو شوف اللقطة وشوف الحضن وشوف الضحكة على بيرسي تاو لا يعني فيه ناس كتير بتقول لك بيرسي تاو متمرد ومش عايز كلام ده ليس له أي أساس من الصحة وحضراتكم شايفين الراجل جوه الملعب بيتمرد